تعلقت بها أيضا ليك تلاوة أسطورية في إيران أنا شفت ردود الأفعال الناس العاعدة الإيرانيين مع كل هنة ووقفة وتجويدة وأحكام وتلاوة حاجة يعني أنا بقول لأحدك أن أمتبع الشخص إن أنا جسم أشعر فالحاجات دي بتبقى كوالسة إيه وبتحضر لنفسك يعني أنا رحت إيران ذا غاية سنة 2014 وما رحتش من سنة 2014 يعني آخري 14 بالضبط لا أيها فأقرأ عادي بس هو المناخ يعني يعني إيه الميكروفون كويس الجمهور سميها الواحد مرتاح وبيقرأ نصف ساعة بس مش فأرى مثلا ثلاث ساعات في حتة ثلاث ساعات بوزع مجهودي لكن ده نصف ساعة والأربعين دي إيه أقول فيها كل حاجة ومش أقرأ لها قبلها ولا بعدها طب تطلع إيه كويسة وبطول أنه بقى نايم مرتاح جمهور واعي بيسمعه بيحبوا هم القراءة المصريين لأنه برضو عبد البسط كان ليه برضو تلوة في إيران كانت طريبة برضو لا طبعا طبعا قراءة المصريين جدا جدا وإحنا قويقى لدول ما الذي يمازل قراءة المصري عن غيره من القراءة؟ أصل النصريين لهم طريقة في القراءة يعني مختلفة عن كل البلاد عن كل الشعوب الطريقة المصرية محبوبة عند كل الناس وطريقة تصويرية يعني بيقرأ القرآن بيصور المعاني بصوته وبإحساسه بيديه انطباعه وبمعايشته لكتاب الله عايش القراء المصري بيبقى عايش وفاهل وأصوات الأصوات في مصر مشهود لها يعني إن هي أصوات جميلة في مصر والطريقة طريقة فريدة ما فيش بلادي يعني بتقرأ